مرحبا معكم امراهيم عباس المعرف باسم فيو اليوم صرنا بالدرس رقم 14 بسلسلة تعليم ألعاب الخفة اليوم بهذا الدرس راح ناخد لعبة خفة كتير سهلة والحلو فيي ان كتير بتبهور ياللي قدامكن وبتطلعوا منا مفي ولا دليل يعني فيهم يتفقدوا ياللي بدونيان ولازم على كل اللاعب خفة يكونوا بيعرف هيد الخضع وبيعرف يعملها لانه من اساسيات ألعاب الخفة واهم الشي طالما نحن صرنا بالدرس رقم 14 معناته فيه دروس قديما نزلتهم وكتير مهمين لازم تحضرون راح حط لكم هلأ قوام تقدروا تلاقيوا الدروس وما تنسوا أصدقائي قبل ما تبلشوا الدرس تدعموني بلايك لحتى ترضى المستمرين بالسلسلة وياللي ما اعملوا سبسكرايب واشتراك بالقناة تشتريك تتوصلكم كل الدروس الجديدة ويالله خلينا نبليش طيب تنبلش بلاعبة الخفة هيدية لازم يكون معنا 3 كبايات ولازم يكون معنا 3 طابات صغارة سفنج الآن اللي بدو يصير راح اعمل لكم الخضاء بعدين اعلمكم ايها كالعادي منبلش منحط كباية 2-3 بدي امسك اول طابة سفنج بدي اضعها فوق الكباية بدي اضع الكبايتين فوقها اضع صارت الطابة تحت سأرجع عادة بدي اضع الطابة سفنج هون كباية كباية صارت الطابتين تحت بمسك الثالث طابت سفنج سأضعهم ثلاثتهم ثلاثتهم تحت بس انا لم أخلصت سأعملها قصة مرة بس بالمرة الاخيرة سأمسك طابة سفنج من الهواء سأضعها هون سأضع الكبايتين فوقها صاروا 4 طابات هلأ منبلش بالتعليم اصدقائي كثير هيدا اللعبة أولا يريد أن يكون معنا طابة لكن لا أحد يعرف فيها أبدا وهذه الطابة سفنج سأضعها مثلا بالكباية الخضرة والكباية الخضرة يريد أن تكون محطوطة بين الكبايتين هؤلاء فإذا معي كباية ومعي الكباية الخضرة ومعي كباية فاضية مهم هيدا هو الشيء سأضع ثلاث طابات هلأ اهم الشيء يجب أن تحفظوا ومسكت الكباية ونمسكهم بأيدي الشمال وبأيدي اليمين يأتي بمسك الكباية بهذا الشكل بدي أسحبها من تحت وإبرمها هلأ بلش أول شي بحط أول كباية هون على اليمين ثاني كباية الخضرة حتى لو ما ضرورة تحطوها بسرعة إذا بتحطوها على البطيء بتنزل الطابة بدون ما حدا يحس عرواء والطابة مقالها صوت لأنها سفنج فإذا نرجع بنحط كباية والكباية اللي بقلبها الطابة والكباية الثالثة بمسك الطابة اللي بالنصف بحطها هون بعمل السناب بيبين أن الطابة اللي حتيتها هون بقلب الكباية اخترقت الكباية هو لا اخترقتهم ولا شيء هلأ برجع بعيدة نفس الخطوات بمسك نفس المسكة بمسكهم بشمال وباليمين ببلش هي الكباية وضعهم هلأ الطابة أينها؟ دائما رح تكون لايكا مشان تباين عليكم دائما رح تكون بالكباية اللي بالنصف طيب وبحط الكباية اللي بقلب الطابة بتنزل فوق الطابة الثانية وبحط آخر كباية هون بمسك الطابة سفنج بحطها هون بحط الكبايتين سناب صاروا طابتين هون بيصير المشاهد بيقتنع أكثر بكتير برجع بعملها آخر مرة مرة اثنين ما تنسوا كمان كل مرة الكباية اللي بالنصف بيكون بقلب الطابة السفنج بحط آخر طابة هون واحدة اثنين بعمل سناب بعلي صاروا ثلاثة هلأ ما تنسوا نحنا إصلا معنا واحدة جوا فشو بعمل؟ بقول لهم لحظة إصلا ما خلصت بعمل الكباية اثنين ثلاثة الطابة نزدت مع ثلاثة طابات صاروا أربعة وبعمل حالي يا مثلا بتقربوا أحدا بتقول له مثلا لك طلع من كنستك طابة شفتها؟ بيقول لي لأ بقول لهم بلا ليكا مبينة هحطها هون يعني بتكون تنسلوا أنه معكم طابة أنه مخفية من بيني او مثلا من هواء لك شفت الطابة اللي خدتها منهم مثلا بيقول لك لا او مثلا يمكن بالمزيح لك ايه ليكا شفتها بقول له طيب أوكي هحطها هون كباية اثنين سناب صاروا أربعة هون بيندهش جدا مشاهد والحلو بهذه الخدعة بيتفقدوا الكباية قد ما بدهم ما بقلبهم شيء أبدا ما في شيء يتفقدوا يعني ما في شيء يتفقدوا يعني ما في شيء يفتح من هون فيهم يعملوا يالي بدهم يالي ان شاءت كون عجبتكم الخدعة أصدقائي كتير هيني وكتير حلوة ولازم على كل اللاعب خفة كونوا بيعرف هذه الخدعة أهم الشي ما تنسوني باللايك إذا عجبكم الدرس اشتركوا في القناة لتوصلكم كل الدروس الجديدة وما تنسوا تشوف الدروس اللي قبل لأنه كتير مهمين ونحن نتعلم الخفة من الصفر حتى الاحتراف موعدنا ان شاء الله بدرس جديد باي باي